ملفات تحمل جملة من القضايا الساخنة التي يغلي الشارع العراقي بسببها يحملها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وما بين الدولتين ترتسم عنوين مصيرية لا تؤثر في الشارع العراقي فحسب بل لها وجنها وتأثيرها في المنطقة والعالم أجمع والعراق اليوم يلعب صمام أمان المنطقة لذا فإن أهمية اللقاء ضمن منتدى دافوس الاقتصادي الذي أيضا يحتاج العراق منه إلى إنقاذ الخارطة الاقتصادية فيه نتيجة سنوات عجاف من الإرهاب والخراب على رأس القضايا التي يتطلع العراق الرسمي لمناقشتها قضية التنسيق والتعاون المشترك مع التحالف الدولي في الحرب ضد داعش إلى جانب إعادة التوازن في المشهد السياسي العراقي وحفظ سيادة العراق التكهنات في وسائل الإعلام تكشف عن تركز النقاش بين الرئيسين حول الوجود الأجنبي عموما والأميركي خصوصا في العراق سيما بعد الأحداث الأخيرة الذي كان العراق فيها ساحة تصفية نزاعات بين طهران وواشنطن فيما يرتفع مؤشر التفاؤل العراقي بأن يعود رئيس الجمهورية بما يخدم المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني بما فيه مصلحة العراق الذي سيخدم كل المنطقة بأسرها والعالم الغربي إذا حافظ على سيادته وتوازنه أما إن بقي الحال على ما هو عليه فالقراءة العميقة للمشهد تقول إن استمرار التوتر في العراق لن يخدم استقرار المنطقة ولا القوى العظمى المتمثلة بأميركا وعلاقاتها الدولية